قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى هذا اليوم بزيارة إلى عائلة محمد يوسف جلال رحمه الله حيث قدم جلالته تعازي ومؤساته إلى أنجال الفقيد وأفراد عائلة جلال بوفاة فقيد العائلة سائل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأشهد جلالة الملك المفدى بمناقب الراحل وإسهاماته في تعزيز المسيرة الاقتصادية والتجارية في البلاد ومبادراته في مجال العمل الإنساني والخيري مؤكدا جلالته أن محمد يوسف جلال رحمه الله هو أحد رجالات البحرين المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم كما أشهد العاهل المفدى بدور عائلة جلال وإسهاماتها في الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية والتي شكلت رافدا حيويا للتنمية الاقتصادية في المملكة منوها بدور العائلة في مجالات العمل الخيري والاجتماعي ومبادراتها الإنسانية خدمة للمجتمع البحريني وقد أعرب أنجل محمد يوسف جلال رحمه الله وأفراد العائلة عن شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة على مشاعر جلالته الكريمة ومؤساته الصادقة في فقيدهم محمد يوسف جلال رحمه الله والتي تعكس حرص جلالته على التواصل مع أبناء مملكة البحرين في مختلف المناسبات طارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الملك المفدى ويرعاه ويمتعه بموفر الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخرا وسندا للبحرين وشعبها